لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويؤيدون أن يتخلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله جهرة فأخذتهم الصاعبة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيئات فاعثونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثابهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا رغيبا فبما لقضهم بيثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ألف بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى لنا مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع عفوا وما قتلوه يكينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذي لها نحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم اللبا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أكل الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكنيما ورسلا مبشرين ومنبهين لألا يكون للناس على الله عجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا ضريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآذنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عظيما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة منتهو خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعجوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يبدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضه ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكنانة إن امرء هنك ليس له ولد وله أخت فلها نسق ما ترك وهو يبثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حظ البنثين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصين وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا آمين من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ونبوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآل قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد عقاب حلمت عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموبودة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام بانكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخنصة غير التجالف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوالي مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله أكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سبيع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متحدي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حمط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيِّكُمْ إِلَى الْمَرَاطِقِ وَانْسَحُوا بِرْؤُوسِكُمْ وَأَرْلُّكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاقَّهَرُوا وإن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِضِ أَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَبِلُوا مَاءً فَتَيَمَّنُوا فَتَيَمَّنُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَانْسَحُوا بِرُّورِكُمْ وَأَيْذِيكُمْ مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرب ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واتقوا الله إن الله عين بداية السنوب يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسق ولا يجرمنكم شلآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرأوا بالتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعلى الله الذين آمنوا وعلموا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب المعين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثا قبل إسرائيل ومعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقرأتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرأتم الله قرطا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم نعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخرنا ميثاقهم فلسوا حظا مما ذكروا به فأغرأنا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بإله من اتبع لقوانه رسول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله يملك السماوات والأرض وما بينهما يخفق ما يشاء والله على كل شمئ قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله يملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهد الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءها يا أهد الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال مرسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تغتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاسرين قالوا يا رسى إن فيها قوما جبالين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا ناخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وإن دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتذكروا إن كنتم مؤمنين قالوا يا رسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهم أنت وربك فقاتنا إنا ليبنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه فافرق بيننا وبين القرم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيبون في الأرض فلا تأس على القرم الفاسقين واثنوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأبتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتل من ما أنا بباسق يدن إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليه كيف يوالي سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزك أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رفور رحيم يا أيها الذين آبتهم الله ومتعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلهم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم ما في الأرض جميعا وإسمه معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مطيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كارا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله رفور رحيم ألم تعلم أن الله له السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفوانهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أمتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكارون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالغسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها مدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكلموا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوه ولا تشتروا بآياتي ثمنا طليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثادهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يده من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وصدقا لما بين يده من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمبتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بلنا يده من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبنوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرا إلى الله وارجعكم جميعا إلى الله وارجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن دولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بمعض ذروبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجنه لذية يبرون ومن أحسن من الله مكمل لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القول الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي من الفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله في جهد أيمانهم إنهم لمعكم حذرت أعمالهم فأصبحوا خاصرين يا أيها الذين آمنوا من يغتد منكم عن دلي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وريكم الله ورسولهم والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون ومن يتمل الله ورسولهم والذين آمنوا فإن كسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابا قبلكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابا قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها غزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنطمون بنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخازير وعبد الطاروت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعذوان وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قربهم الإثم وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغمونة غلت أيديهم غلت أيديهم وابعنوا بما قالوا بل يداهما بسرطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوك والبغطاء إلى يوم القياه كلما أبغلوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهد الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أطاروا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين وقالت يهوميا بالله مغلولة قلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والمغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقعوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكذاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدقلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التهرات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكذاب لستم على شيء حتى تطينوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصار من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاقا من إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا مكذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعهم وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عهم وصموا ثم عهم وصموا كثير منهم والله بصيرهم بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بالمضية وقال المسيح يا بني إسرائي أعبد الله ربي وربهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وما من ظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليبسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتودون إلى الله ويستغفعونه والله رفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكنا للطعاء انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يبرك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهدى الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل نعين الذين كفروا من بني إسرائيل على رسال الامود وعيسى بن مريم ذلك بما أعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منجد ما فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فرى كثيرا منهم يهولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأنهم قسيسين ورهبانهم وأنهم لا يستكفرون